التقدم الأوكراني في الأراضي الروسية يدفع موسكو إلى الاستعانة بمرتزقتها في أفريقيا للدفاع عن كورسك. هذه الخطوة تأتي بعد يومين من إعلان فاغنر أنها تعمل في أفريقيا ولن تقاتل في أوكرانيا. هل يكون التوغل الأخير للقوات الأوكرانية في الأراضي الروسية سببا في سحب موسكو لمرتزقتها من أفريقيا؟ ما تدعيات التقدم الأوكراني على أطماع روسيا في أفريقيا؟ كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الوضع في منطقة الساحل في أفريقيا على وقع هذا المتغير العسكري؟ حرب هنا في كورسك ودعم روسي هناك في أفريقيا. لكن مع اشتداد المعارك وتراجع القوات الروسية يبدو أن الأولى لموسكو أن تدافع عن كورسك حتى وإن اضطرت لخسارة بعض المكاسب في أفريقيا. فوفقا لتقديرات مختلفة أكدها مصدر أمني غربي لوكالة فرانس بريس. فقد غادر بوركينا فاسو نحو مائة من أصل ثلاثمائة من المرتزقة الروس. وهو رقم أكده أيضا قائد تلك القوات المسؤولة خصوصا عن ضمان أمن رجل بوركينا فاسو القوي إبراهيم تراوري. ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن قائد كتيبة الدبابا فيكتوريو راموليف بأن العدو عندما يصل إلى الأراضي الروسية فإن جميع الجنود الروس ينسون المشاكل الداخلية ويتحدون ضد العدو المشترك بحسب تعبيره. وذكرت المجموعة على قناتها بتليجرام أن الوحدة ستعود إلى قاعدتها في شبه جزيرة القرم لأسباب متعلقة بالأحداث الأخيرة من دون أي توضيحات إضافية. وجاءت تلك التطورات بعد أشهر من تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا. إلا أن القوات الأوكرانية نقلت القتال إلى الأراضي الروسية عندما شنت في السادس من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على نطاق واسع في منطقة كورسك الحدودية. هجوم فاجأ روسيا التي لم تشهد هذا العدد الكبير من القوات المعادية على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة قد قالت قبل أيام عدة إنها تعمل في إفريقيا فقط وفي حليفة روسيا بيلاروس. وإن جنودها لم يعودوا للقتال في حرب أوكرانيا. وتتعرض بوركينا فاسو على غرار جيرانها مالي والنيجر إلى هجمات متكررة من جماعات متطرفة. فيما استولى الجيش على السلطة في الدول الثلاث وشكل تحالف دول الساحل. وقطعت الدول الثلاث علاقتها مع القوة الاستعمارية القديمة فرنسا. وتقربت من روسيا بشراء السلاح منها. ونشر المقاتلين من مجموعة فاغنر على ترابها. ومعنا من واشنطن كاميران هيدسون. خبير أمني ومحلل ومستشار في قضايا السلام والأمن والحوكمة الإفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أهلا ومرحبا بك سيد هيدسون. هل أجبرت العملية العسكرية التي قام بها الجانب الأوكراني في كورسك؟ أجبر روسيا على سحب مرتزقتها من أفريقيا؟ يبدو الأمر كذلك. يبدو أن روسيا تستعيد بعض قواتها إلى روسيا للدفاع عن البلاد. ولكن أيضا لا نعرف ما هو تأثير التواغل الأوكراني في داخل روسيا على المدى الطويل. وعلى أفريقيا إن صحبت بعض القوات من هناك. هذه القوات الآن تحت سيطرة وزارة الدفاع. قبل ذلك كانت مجموعة فاغنر تعتبر مؤسسة أمنية مستقلة. ولكنها الآن خاضعة لوزارة الدفاع. وبالتالي لقرارات الوزارة. خلافا لما كان الوضع عليه منذ بضعة سنوات. ولو استمرت أوكرانيا في التوغل أكثر في روسيا. سنرى هذه الإعادات تزداد. طيب سيد هيتسون. اللافت أن فاغنر كانت قد أعلنت سابقا بأنها تعمل في إفريقيا وتعمل أيضا في بيلاروس. هذه العودة إلى روسيا. هل يعكس بشكل أو بآخر تعقد المشهد الميداني هناك؟ طبعا الوضع معقد الآن. لأن روسيا الآن في موقع دفاعي إلى حد ما في روسيا. تحاول أن تدافع عن أراضيها وترسل رسالة. تقول إنه لابد لكل القوات التي تسيطر عليها أن تعود إلى روسيا للدفاع عن الأراضي الروسية. وطبعا لذلك تكلفة. لأن ذلك قد يعني أن روسيا ستخسر بعض العقود مع بعض الحكومات الإفريقية. أو تتوقف عن احترام بعض العقود أو لن تتمكن بعد الآن من الاستفادة من المعادن عبر التسهيلات للقيام بعمليات التعدين. وبالتالي الكلفة قد تكون مرتفعة بالنسبة لروسيا في إفريقيا. وقد يؤدي ذلك إلى علاقات سيئة مع الدول الإفريقية المعنية لو خرقت هذه العقود. فهناك تكلفة مالية وتكلفة ديبلوماسية وتكلفة أمنية داخل روسيا. روسيا ستخسر الكثير من الفوائد. نعم. نحن نتحدث عن بوركينا فاسو. عن مالي. عن النيجر. هذه الدول بعد أن تمت فيها انقلابات عسكرية وسيطر العسكر على الحكم فيها. أبعدت الفرنسيين أحضرت الروس. الآن يذهب المرتزق الروس إلى الأراضي الروسية. هل يمكن وفقا لما ذكرته قبل قليل أن يكون بالفعل هناك تأثير. ونحن مثلا نتحدث عن بوركينا فاسو. فقط مئة من المرتزقة هم عادوا إلى روسيا. هذه الأعداد تؤثر أم أن المبدأ فكرة أن تسحب قواتها هو الذي يمكن أن يؤثر على العلاقة مع هذه الدول. نعم. أعتقد أن ما رأيناه في الماضي هو أن حتى حفنة محدودة من الجنود المدربين بطريقة ملائمة. ما يمكنهم أن يؤثر في دول كمالي وبوركينا فاسو. وبالتالي سحب حتى فقط مئة جندي سيؤثر على المواجهات الحاصلة في بوركينا فاسو. كذلك هذا يظهر مدى احتياج روسيا إلى هذه القوات في روسيا. بمعنى أن كل جندي إضافي هو أساسي بالنسبة لروسيا لتدافع عن أراضيها. رغم أن ذلك يأتي بتكلفة ديبلوماسية ومالية كما سبق وقلت. وهذا الثمن ستدفعه روسيا عندما تسحب هؤلاء الجنود. وذلك أيضا سيفتح المجال لدول أخرى. التي يمكنها أن تقدم خدمات مشابهة. إيران قد ترى فرصة الآن كما فعلت في السودان أو تركيا. أو عدد من الدول الأخرى. الرواندا أيضا اقترحت إرسال مقاتلين إلى هذه الدول. فهناك دول أخرى إلى جانب روسيا ومجموعة فاغنر يمكنها. وهي مستعدة لتلبية حاجات هذه الدول الأمنية. وبالتالي قد تفقد روسيا سوقا طورته لنفسها. نعم. سوف نشهد لربما في الفترة القادمة محاولة من بعض الدول من أجل ملء هذا الفراغ. أعتقد أن هذا ممكن. رأينا في أماكن كالسودان. الأسلحة الإيرانية التي ساعدت السودانيين. رأينا تركيا توفر الأسلحة والقوات العسكرية لدعم خلفائهم عبر القارة الإفريقية. فهناك سوق في الواقع لهذه المساعدات الأمنية العسكرية. وروسيا ليست الدولة الواحدة التي يمكنها أن تلبي هذه الحاجات. دول كثيرة مستعدة أيضا للمساعدة بطريقة أكثر شفافية. نعم. وأعتقد أن الدول الإفريقية قد تستفيد من ذلك. أين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ كيف تنظر إلى هذه التطورات؟ وأيضا في الوقت نفسهم. هل يمكن أن يكون لها دور في الفترة القادمة؟ أعتقد أن واشنغتون ترحب بهذا الوضع الروسي بمعنى معاناة روسية لتدافع عن نفسها في الداخل الروسي وإضطرارها لسحب قواتها من الدول الإفريقية. واشنغتون كما تعلمين قد فرضت عقوبات على مجموعة فاغنر من جراء عملياتها في إفريقيا. وتعتبر أن المجموعة تقود القيم الديمقراطية عبر القارة الإفريقية. هذا يعني أن واشنغتون ترحب بما يحدث. وأعتقد أن واشنغتون مستعدة لدعم دول أخرى تريد أن تلبي حاجات الدول الإفريقية كتركية وهي حليف ضمن حلف شمال الأطلسي. واشنغتون أيضا تقوم بذلك بنفسها. لديها متعاقدون أمنيون ينتشرون في دول كالصومال وفي أجزاء أخرى من إفريقيا لمساعدة المؤسسات العسكرية في هذه الدول. يمكن لواشنغتون أن تعزز من دورها. ربما ليس في البركينا فاسو والنيجر ومالي. حيث الحكومات العسكرية تدير البلاد. وأمريكا لا تريد أن تدعم حكومات عسكرية. ولكن في الدول ذات الحكم الديمقراطي التي تواجه مصاعب أمنية. يمكن لواشنغتون أن تساعد. كاميرون هيدسون خبير أمني ومحلل ومستشار في قضايا السلام والأمن والحوكمة الإفريقية. في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. شكرا جزيلا لك. في مناجم الفحم ومصانع الصلب والعديد من القطاعات التي كانت قد حتى وقتا قريب حكرا على الرجال. وصولا إلى جبهات القتال تتزايد بشاركة المرأة الأوكرانية في الحرب. التي تدور رحاها منذ فبراير عام 2022. ويزداد دورها أهمية يوما بعد آخر في حماية المدنيين وديمومة حياتهم. عينها اللتان تبقيهما على المريض وعلى الأجهزة أثناء إجراء الجراحة نهارا. تبقيهما أنجلينا طبيبة التخدير العشرينية ليلا على سماء بلادها في ضاحية بوتشا. لصد هجمات المسيارات الروسية التي تروع المدنيين وتستهدف البنية التحتية للطاقة. مشاركتها في علاج الجنود الأوكرانيين العائدين من خطوط المواجهة شكلت دافعا لها. وللعديد من زميلاتها للالتحاق بوحدات المتطوعين للدفاع الجوي. التي تجوب ضواحي العاصمة كييف ومدنا أخرى بعجلات صغيرة ومدافع رشاشة متسلحات بما تلقين من تدريب وبأغاني تنشد الحياة في مواجهة الموت. ما أفعله يعني أنني أستطيع أن أقدم مساهمة صغيرة في أن تنام والدتي بسلام. وأن يذهب إخوتي وأخواتي إلى المدرسة بسلام. وأن يتمكنوا من مقابلة أصدقائهم بسلام. حتى يتمكن أبناء الروحيون أيضا من العيش تحت سماء آمنة نسبيا. مع إرسال المزيد من الرجال نحو جبهات القتال شرقا يتزايد انضمام النساء إلى وحدات المتطوعين المتنقلة المسؤولة عن إسقاط المسيارات الروسية. في يونيو الماضي شهدت أنجلينا لافتة تدعو لتجنيد النساء على طريق سريع أثناء قيادتها مع صديقتها أولينا. وهي الأخرى طبيبة فانضمتا في نفس اليوم. فحبيب أنجلينا جندي أيضا التقته في المشفى حين كان يتعافى من جرح في قدمه. نقاتل هنا في العمل وفي الواقع. عندما نهزم الطائرات بدون طيار فإننا نقاتل أيضا من أجل الحياة. حتى نستمر في العيش تحت سماء آمنة. ورغم أن مساهمة أنجلينا وصديقاتها تمثل جزءا صغيرا من القوات الأوكرانية. لكنها تعد حيوية. وهي جزء من حملة وطنية لجذب متطوعات لتعزيز صفوف وحدات الدفاع الجوي. يأتين من جميع مناح الحياة ويسمين أنفسهم الساحرات. في إشارة إلى دورهن في إبقاء السماء آمنة ليلا لتحاكي قصتهم قصص أخريات على مر التأريخ. كنا السبب في استمرار الحياة وفي حمايتها.